أربعة عشر عاماً مرت على نزيف لم يلتأم جرحه حتى اليوم فتفجيرات عمان ما زالت ماسلة في أذهان الأردنيين الأوفياء مشكلة بوطقة من العمل الدؤوب لضحض الإرهاب رحم الله شهداء الأردن الأبرار بهذه الكلمات استذكر جلالة الملك عبد الله الثاني في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر شهداء الأردن وفي كل عام يستذكر الأردنيون الهجمات الجبانة التي طالت الأبرياء ويجددون تأكيدهم على وقوفهم في خندق الوطن خلف القيادة الهاشمية في التصدي للإرهاب صادق كان كثير مخيف كل ما تذكره أني أنا لا يحال على قاعة عمس بعد شوي بصحة بلاء حالي بقاعة كلها سودة وبيضة أربعة عشر عاماً وكلما حل تاريخ التاسع من تشرين الثاني يرتشف الأردنيون ألماً لم ولن ينسوه ستون شهيداً ومئة إصابة كانوا ضحايا الإرهاب الذي طال بغدره وجبنه حدود المملكة وتمكن من استهداف ثلاثة فنادق في عمان بثلاثة تفجيرات جبانة جعلت من ذلك الأربعاء يوماً أسود والله أنا كنت بألمان ولما نشفناها بكينا عن الناس اللي ماتت لأنهم أبرياء وهذه البلد ربنا يديم عليها العز والكرامة والأمن والأمن شي أليم أصلاً أن تذكر ذكريات إن شاء الله لا القادم أحسن بإذن الله كان يوم أسود بالنسبة للأردنيين وكان يوم يعني عصيب وكان يعني الله يجير من الإرهاب فكانت يعني ما شدي أقول لك يعني أيام كانت شودة وعصيبة أكثر التفجيرات إلى من؟ كان ذلك الذي وقع في فندق راديسونساس عندما حول الإرهابيون فرح العروسين أشرف دعاس ونادي العالمي إلى ترح الأردن بقيادته الحكيمة يقف عصياً في وجه الإرهاب وما زال الأردنيون أقوى وما زال وطن بحجم الورد يقهر بشوكته كل يد جبانة تمتد إليه بسوء الأردن بلادها شميين بتحبش الإرهاب ولا بتحب الظالمين فيه أم ضالة وفيه خلايا نايمة زي ما تقول فإن شاء الله أنه يعني يكون العين الساهرة دائماً هما بالمرصاد لهم الأردن تعرض لعدد من الهجمات الإرهابية ما زادته إلا قوة وإصراراً على مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج ففي الثاني من آذار عام الفين وستة عشر وأثناء اقتحام مقر خلية تابعة لعصابة داعش الإرهابية في محافظة إربد استشهد ضابط أمن من القوات الخاصة وفي السادس من حزيران من ذات العام استشهد خمسة من مرتبات دائرة المخابرات العامة في هجوم إرهابي على مكتب مخابرات البقعة خمسة عشر يوماً بعدها استشهد ستة من رجال قوات حرس الحدود والأمن العام في عملية انتحارية بسيارة مفخخة استهدفت موقعاً عسكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين في منطقة الركبان في الثامن عشر من شهر كانون الأول عام الفين وستة عشر بكى الأردن سبعة من أبناء الأجهزة الأمنية ومواطنين وسائحة كندية في اقتحام قلعة الكرك التي اختبأت فيها خلية إرهابية تابعة لعصابة داعش وفي العاشر من شهر آبا العام الماضي استشهد اثنان من مرتبات قوات الدرك وأصيب ستة من أفراد الدورية بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الفحص تبع ذلك بيوم وأثناء ملاحقة المتورطين استشهد أربعة من أفراد الأمن فيما باتت تعرف بعملية نقب الدبور اشتركوا في القناة